بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله تباعك وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائنين ولله لسماء الحسنى فادعوه بها ويقول قل ادعوا الله أو ادعوا رحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسنى وعوي في الصحيحين عن أبي هغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسم مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وفي هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى تسعة وتسعين اسمى وأن من أحصاها فحفظها في صدره وعرفها دخل الجنة ومن خلال هذه الآيات الكريمات وهذا الحديث النبوي الشريف يتبين لنا أن أسماء الله الحسنى لها أعمية قبعة في حياتنا لذا ينبغي علينا أن نحفظها وندعك معانيها ونعمل بما فيها لنفوز بغض الله عز وجل في الضاعين وقد سماها الله عز وجل الأسماء الحسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول ولذا يتوجب علينا أن نؤمن بأسماء الله الحسنى الإيمان الكامل لما فيها من الفوائد الجليلة التي يكتسبها المسلم من خلال الإيمان بهذه الأسماء وهذه الفوائد كما يلي أولا التعرف على الله عز وجل لأن أسماء الله وصفاته هي الوسيلة التي تعرفنا بالله عز وجل ثانيا تمجيد الله تعالى والثناء عليه بأسمائه وصفاته فهي أعظم ما نمجد الله تعالى به ونثني بها عليه وهي من أعظم الذكر الذي أمرنا الله عز وجل في كتابه الحكيم حيث قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُمْ اللَّهَ ذِكْعًا كَثِيعًا ثالثا دعاؤه عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى كما قال عز وجل وَلِلَّهِ لَاسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وفي هذه السلسلة المباركة سنحاول إن شاء الله تعالى أن نبين معاني أسماء الله الحسنى واحدا تلو الآخر نكتفي بهذا القدر على أمل تجديد اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين